محمد حافظ قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف ألقون غياء وأنا أقرأ هذه الآية وقفت وسألت نفسي لماذا ذكر الحق تبارك وتعالى اتباع الشهوات مقرونا بإضاعة الصلاة هل إضاعة الصلاة سبب لاتباع الشهوات أم العكس الظاهر والعلم عند الله يا محمد بارك الله فيك على تدبر القرآن بأن تضيع الصلاة غالبا بسبب اتباع الشهوات فإن النوم شهوة والمال شهوة والسلطان شهوة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر مضيع الصلاة بأنه يحشر مع فرعون وهامان وقارون أبي بن خلف قالوا لأن مضيع الصلاة إما أن يشغله ملكه فيحشر مع فرعون أو وزارته فيحشر مع هامان أو ماله فيحشر مع قارون أو تجارته فيحشر مع أبي بن خلف وربنا لما أثنى على صحابة الكرام رضوان الله عليهم قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار كذلك الآن من الشهوات بعض الناس كرة القدم عنده شهوة لا يعدل بها شيئا بربما يقدم كرة القدم على بر والديه وعلى صلة إرحامه كذلك يقدمها على الصلاة لذلك تجد المؤذن يؤذن لصلاة المغرب وقد حمي الوطيس في الملعب والجمهور قد اصطفوا على جنبتيه ولا يبالون بمن يقول لهم حي على الصلاة حي على الفلح